السلام عليكم مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد في وصفة جديدة وفكرة جديدة كيف ما كتشوفوا عدنا دراء او للفشار هاد الوصفة هي كغتبال لكم غريبة ولكن في وصفة زوينة زوينة بزاف واحد المداق كيجي هائل معا نحركش لكم المراحيل ونخليكم تبعوا بتعريق المهم عن هذا بطيبت غدي نطيب دراء او للفشار بطريقة العادية ندير في يد السيت مع شوية دي الملح نخليهم يطيبوا من بعد ذا بما طابوا غدي نطحنهم في الخلاط غنطحن دراء حتى تعطينا هاي كطريفات صغار كما كان قولوا القليا هاي طحنتها وعطتني طريفات هكا صغار غنخليهم على جنب وغدي نمشي ونصوبوا لاجينواز آآ غدي نحتاجوا فيها كيف ما بيف العادة سهلة وكتجي ناجها المية في المية انا دلت هنا جوج وبيضات غدي ندير السبعة يلمع لقدي الحليب وغدي نضيف عليهم سبعات المعالق ديال الزيت صدقوني والله والله هاد الوصفة اللي كتجي روعة ماشي روعة اكثر من روعة غدي ان شاء الله تجربوها وما تنساوش تردو عدية في لي كومون تار كيف العادة المهم انا درت هنا سبعات المعالق ديال الزيت سبعات المعالق ديال الزيت كار تاني دا غدي نضيف فاني وحدة وغدي نتحل مكونات كاملين ونرجعه باش ندير سبعات المعالق ديال الفورس وجوج خمارات المعالق ديال الفورس ما عامرينش بزاف يعني غير شوية ما يجيش عامرين باش ما تكونش قاصحة وهنا هي اضفت نصف نصف معالقة كبيرة ديال بودرات الكاكاو غدي نضيف جوج خمارات ومن بعد نتحن الخالد كامل من بعد ما تحنت الخالد هانا حصلت على الخالد ديال الجينواز عندي هنا هي المول دا هنه بزبدة ورشح بالفورس غدي ندير في الكيكا او لالجينواز وندخل هدا بقى نراني مشاعله الفران كي يسخن غدي من مشاعله من فوق ومن تحت بحق مني هندخلها غنطفيل فوق هني انا كندوي على الفران ديال الضو عمل الفران العادي رام طبعا تكونوا مشاعلين وغير من التحت غدي نخليها الطيب ونرجع معكم من بعد ما طابت الجينواز انا وجدت لها السيرو باش نسقيها اللي هو فيها السكار والماء والفاني ديال السيرو المعروف غدي نسقيها مزيان باش ما تجينيش ناشفة ولا هاد لاجينواز كدجي ناجحة المية في المية وهي اللي كنستعمل في اغلبية الحلويات اللي كندير كدجي جوينة ناجحة المية في المية مهم غدي نسقيها دابة كاملة ونخليها تهي على جنب ونرجع ونصوبه لصوص ديال شوكولات سوف نحتاج فيها كاس ديال السكار تنيدة وكاس ديال الزيت وكاس ديال بودرة الكاكاو ومن كاس ديال الحليب انا منكت بنخلط ندرت كاس ونصوبه دابة طحنت كل شي وغدي نرجع ونكملو دابة طريقة غدي ناخد الفيشار اللي تحنت غندير في الصوص ديال الشوكولات كيف ما كتشوفوا دابة وهدي هي الوصفة وهذا هو السر ديال الوصفة والروعة ديالها المهم غدي نخلط داك الفيشار او لالقليا كاملة بشوكولات حتى تجانس ويدخل داك الشوكولات كامل في الدرا وغدي نزيد داك شي اللي بقالية من الصوص ديال الشوكولات واحد الريحة كتعطي شوكولات معدرة والريحة فنة رحة هائلة موهما انا غني نخلي لكم انتوما الجواب انتوما اللي غتجربوها وغتقولوا لي كيفاجعتكم درت الكمية كاملة اللي بقاتلية من الصوص شوكولات نجيب حلاكة على هات الشكل دابة غدي نرجع لناخد لجينواز الكيكا ديال الجينواز اللي اللي حضرنا من قبل غدي ندير فوق منها هاد الخالب ديال القليا اللي صوبنا وسط الشوكولات غدي نقضها على السطح كيفما كتشوفو في الفيديو ديال الجينواز باش نجي متساوية انا متأكدة ان هاد الوصفة غتعجبكم وصفة زوينة بزاف انا ما بغش نبقى نشكر فيها هكا بزاف هنخليكم انتم ما غدي تجربوها غير ما تنساو ستجوا اه تجاوبوني كيف العادة وتقولوا لي كيفاجعتكم فلي كومنتا غدي نزوقها انا غندير الكوك من الفوق كتشوفو القلقة ما معان والريحة ديالها زوينة بزاف مهام اغنرشها شوية بالكوكر غير باش نزينها وانتم مرها زين وهاب باللي كان واكايين واللي واجد في الدار طابعة الحال تزينها السبب الدوق كيفما كنت قوله ديمة عد ندخلها لتلاجة غير شوية ماشي بزافها برد ونجبدها من بعد ما جبتها من تلاجة غد نقطع معكم شكل ديالها وكيف الجامل داخل والروعة ديالها شفتوا كيف جات انا والله والله الى وصفة زوينة بزيف بزيف بوصفة تتحمق اه عجبتني بزيف صراحة ونتمنى انكم تجربوها فعلا فعلا انو الله لك تستحق التجربة شوفو تيك الطبقة ديال شكلات معلقية كيفاش كيجي كيجي هائل كيجي زوين في المعطاق كيفما كشوفوها انتم الشودة بكيف الجات اه منطولت عليكم ونتمنى انكم تشربوها ونتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد ودومتم في رعاية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة